أريد أسأله سنوات الجامعة هل كان فيها وقت للبوكاتسو والأنشطة الطلابية ولا ما فكرش في كده والسؤال اللي جاي بيقول هل حد ممكن ينمي هواياته الفنية في اليابان مع العمل ويوصل لمرحلة الاحتراف ولا هيكون صعب التركيز في الاتنين الإجابة بالنسبة للشق الأول صراحة ما كانش في فرصة لإني ما كانش متاح لأن أنا كنت أتمنى صراحة لإني كنت عايز يعني أخترت أكتر لكن زي ما بدأت وشرحت في أكتر من من موقف أنا بالنسبة لي كان فكرة العمل مع الدراسة لا ينفصلها مفيش فرصة للأسف وده يمكن سبب لي مشاكل طبعا لإني زي ما أنت عارفة طبعا فكرة المشاركة في المشاركات هي اللي بدخلك في التواصل مع الطلاب دي طبيعة المجتمع الياباني إن هو فكرة التواصل الفردي ضعيف جدا التواصل في مجموعات هو الأساس فما كانش عندي فرصة لكن ما فيش اختيار ما فيش اختيار وهنا الواقعية يعني إحنا بنقول الواقعية كل تجربة لها السياق بتاعها ولها البوعد بتاعها أنا بالنسبة لي كان الاستمرار هو المهم خلاص أنا بدأت بنقول صباق معين ولابد من إن أنا لأجريه آخر لأجريه على قد ما أقدر فما فيش فرصة بالنسبة للطلاب الآخرين زي ما أنت عارفة معظم الطلاب اليابانيين يعني الأباء والأمهات هما بيتحملوا طبعا فكرة الصرف على الأولاد إلى التخرج من الجمع وده مش وحش ده كويس طبعا هما بيعملوا برضو أربايته أو بار تايم يعني لكن ده لي بحيث إن هو لو عايز يروح في مكان رحلة يشتجي شيء لكن بشكل أساسي هو مضعوم أنا بنتبه ما كانش عامل كده صراحة وكان لابد إن أنا يعني أكون واقعي في كده فأنا غالبا كنت بخلص المحاضرات وبرضو نفس الشيء أجري على شغل ولكن برضو حقول حاجة إيجابية أنا في مرحلة الجامعة أنا فعلا بدأت أحترف ترجمة فكان معظم الناس اللي ممكن معايا من اللي هم الطلاب اليابانين لسه ما شافوش الحياة العملية بالشكل الفعلي وأنا كنت حقيقي موجود لكن كان في مشكلة خديني نعترف بها أني انفصالي عن المجموعة كان بيسبب لي مشاكل أنه مش حافظة وصل بشكل كبير وهم ليهم طبعا نقول عالم آخر أنا العالم بتاعي اسمه إن أنا لازم في شهر كذا في المعادي الفلاني لازم يكون معايا مصاريف الدراسة وإلا هتبقى مشكلة كبيرة اتنين إن المثالية هي بتاعة الظروف وإنه لو أنا كلمت الجامعة الجامعة هتحاول أن تتفاهم الموضوع ما كانش موجودة تماما يعني أنا مش ببالغ يعني أنا كيما طلعت لي جوابات طرد يعني في الجامعة حقيقي لماذا؟ لأني مصرفات أه مصرفات هي درده دانهم من الدارس أنا كنت متخيل لا أنا بدأ لأن أدرس ومثالة هل تفاهموا الموضوع إزاي؟ ماذا كلام له؟ ده حاجة ودي حاجة أه، فصل ما يسمى يعني وعدم خلط الأوراق ده وده شيء إيجابي لأن أنا بعد كده بفضل الله اشتغلت في أماكن مختلفة وكنت في موقع إن أنا أحل مشاكل يعني أنا في الحمد لله وفضل الله اشتهرت بحكاية إن أنا حلال مشاكل في فكرة الطلاب الأجانب وهو في حاجة برضو حضرتك إن مع إسلام في محمد عطية داخل بيقول هو أنا قلت الكلام ده كتير لكن أكيد ما فيش ذاك إن أقول دكتور موم إن أحب الشخصات على قلبي ساعدني كثير والمساعدات دي فرعت معي بشكل اللي هو مش عارفه أصلا فده تعليق من التعليقات الكتير اللي بتتكلم وفيه أستاذ عفاف برضو كتب نفس الكلام بصيغة مختلفة ففيه ناس كتير حضرتك كنت من المساعدين جدا فيه إن هما قدروا يتحملوا المصاعب أو يعدوا العواقب هذا الشيء أنا سعيد دي ولكن ليس فضل يعني هي دائرة الشخص اللي هو مفروض كلنا في هذه الدائرة ننسلم بعض بهذه الشيء فده ليس فضلا مني يعني ولكن أنا اللي بقول إن التجربة اللي أنا كانت موجودة عندي يعني يعني فكية الصعوبات يعني مثلا يعني فكية حكية جوابات الطرد والمصاريف والأشياء اللي زادية أنا كنت متفاهمة تمام بعد كده لما عدت وبدأت أنا يعني أخش لبعض المشاكل وأتحاور مع المكان اللي أنا شغال فيه هنا إزاي اللي أنا يعني بعد كده المنظومة اللي أنا شغال فيها اللي أنا أحاول أغير فيها شوية يعني فيه حاجة لازم تلفت لانتباه الطرف التاني لا الطلب الأجانب دول مختلفين طلب الأجانب دول عندهم ممكن يكون في وجهة نظر تاني ده قيمة إنك أنت تنتقل إلى فكرة العمل مع منظومة مختلفة عنك ثقافية لكن أنا ساعتها حقيقة يعني في موضوع الإنخراط داخل المجتمع اللي هو داخل الجامعة طبعا كان فيه صعوبة كبيرة جداً وده أثر شوية على فكرة الدراسة طبعاً فيه سؤال فوق برضو احنا عايزين نقوله السؤال من اليوتيوب عن طبيعة الشخصية اليابانية وهل حضرتك وجهت عنصرية في أثناء وجودك في اليابان وهل العنصرية دي أثرت على المسيرة بتاعت حضرتك أو في طريقك وهل ما أثرتش ممكن نحاول نجاب على السؤال وقبل كي تنمية الهوايات الفنية في اليابان أثناء العام نتكلم عن العنصرية والوحدة كمان العنصرية والوحدة كمان القدرات الفنية ممكن طبعاً تنميتها وحكاية الصعوبة في التوازن بينها وبين الدراسة ده سؤال مش أنا اللي أجاوب عليه ده سؤال يرجع للشخص نفسه وهو قدرته قدئية على التعامل مع الأمور لأن في واحد فقط ممكن ما يقدرش ويختار حاجة وفي واحد تاني لكن السؤال اللي هو المفروض يضطرح هنا هل أنا عشان أبقى وصل لدرجة البروفيشنال في حاجة هل ينفع اللي أنا أعمل لي حاجتين؟ لازم أكون صادق مع نفسي وأختار ممكن أخش للتجربة الأول على أساس اللي أنا بحاول أكون مع اللي اثنين بس هل أنا أقدر أخذ اللي اثنين؟ أنا بمفيش الاحتمالية بس صعب لأنه عشان نحترف في اليابان إحنا ربصينا على الاحتراف في المجال الفني سنلاقي أن الشخص اللي هو بيحترف أو الشخص اللي باني في أي مجال اللي هو بيبقى بروفيشنال يعني بيعمل قدر ومجهود مضاعف عن أي حد بكميات وكميات إحنا هنقول تصرف النظر على المهارات المجهود لو يعني على سبيل المثال يعني أنا مثلا على سبيل المثال في جزء في الشغل الترجمة ليه أنا قدرت أحتك؟ لأنه عملت مجهود في جزء معين وقدرت لنا يعني لحد ما أوصل فيه ممكن أسرع من حد تاني وإذا ما استمرتش في المجهود مش هستمر في الشغل لأننا نحن في شغل اللي هو الترجمة البروفيشنال لا تعني درجة الدكتورة شيء وهو اللي بيعني هو فكرة هل تستطيع أو لا تستطيع دي هي واللي بيفرض نفسه في الآخر إنسا قدرت تقومت بالموضوع ده ولا ما قمتش به يعني إحنا بنيجي نقيم أو بنقدم على شغل مثلا ترجمة فورية ترجمة فورية في اليابان تقريباً لو إحنا يعني لو قلنا بالغنة حتى فيها ممكن ما فيش عشر أشخاص أنا بيتكلم على أعلى درجات بالتالي لما أنا بيتكلم في الجزء ده هو يقدر عملها قد كم مرة إزاي هو ده اللي بيبقى فأنا بيتكلم عن النقطة اللي هي القدرات الفنية أو نحن الفنية طبعاً ممكن ممكن لتوضيح الموضوع ده أي لعيب كورة زي محمد صلاح زي أي لعيب كورة يبايني حتى في فريق محلي عشان يوصل للدرجة دي بيسيب المدرسة وهو في سن معين وبيتفرغ للتدريب حتى في اليابين اللي عبي السومو والحاجات دي بيبدأوا يدوروا على مدرسة متخصصة في السكة دي من سنوي ويساعدوا فيه فهي زي ما بيقول بالمصري صاحب بارينكا دادي لحد كبير وبعدين في الآخر لازم أسأل نفسي جوال هل أنا أكون سعيد بأن بعمل لتنين ولا واحدة وبعمل لتنين لحد مكانة اجتماعية دي الحاجات اللي هي لازم تتساءل عليها ويكون فيها إجابة يعني وجراءة في اتخاذ القرار اللي هو شاب أو شابة اللي أبكر المرة تأتي الجراءة في اتخاذ القرار مهم جدا يعني داشة